السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي اتمنى ان تكونوا بخير اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في هذا الفيديو ان شاء الله سنعملوا واحد للحوار صغير بسيط للمبتدئين او للناس الصغار تلاميذ صغار لي كيبغيوا يتعلموا اللغة الانجليزية او لا كيبغيوا يتواصلوا بلغة الانجليزية هذا حوار للمبتدئين حوار للناس صغار اوكي اذا عنا ستودنت سنيم هو اسمه التلميذ تيتشر هو انا الاسم ديالي تيتشر هو أستاذ هذا يتقرأ ديالوج ديالوج يونه الحوار ديالوج او لا كيقوله اذا عنا هاي هلو هاي يا اهلا اذا قلت له هاي يجوبك بهاي قلت له هلو يجوبك هلو هاواريو هاواريو نجمعها كلمة واحدة هاواريو 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 بشتجوك تقول آيام فاين تنكس آيام فاين تنكس أنا بخير شكراً أنا عري بشان؟ ماذا تسمحك؟ ما هو اسمك؟ ما ستفاته ؟ انا ساتبِ كان في عمرك عشر سنوات تقول I am 10 years old 10 10 هي عشرة T-E-N I am 10 years old كان في عمرك 11 عام هتقول I am 11 I am 11 years old كان في عمرك 12 هتقول I am 12 I am 12 years old هكذا كتكتب واحدة من هادو إذن عنا 10 هي عشرة 11 هي 11 12 هي 12 مزيد Where are you from? من أين أنت؟ Where are you from؟ كيقول من أين أنت؟ Where are you from؟ كيقول I am from Morocco أنا من المغرب I am from Morocco Where do you live? 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 I live in Tangier I live in Tangier Where do you live? أين تسكن أين تقتن أين تعيش فينك تعيش فينك تسكن كيقول Where do you live? Where do you live? مشي live مشي live live هو المباشر أما live أسكن أعيش أقتن كيقول Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Tangier I live in Tangier أنا أسكن في Tangier Nice to meet you تشرفت بمعرفتك أو لا تشرفت بلقائك كيقول Nice to meet you too تشرفت بلقائك أيضا What class are you in؟ شما القسم أنت What class are you in؟ في أي قسم أنت أقول I am in class إذا بغن نقول الخامس أقول I am in class 5 5 هي 5 I am in class 5 إذا كنت في السادس أقول I am in class 6 إذا كنت في السبعة I am in class 7 إذا كنت في الثامن I am in class 8 إذا كنت في التسعة أقول I am in class 9 إذا تختار الرقم المناسب للقسم I am in class 5 أو لا 6 أو لا 7 أو لا 8 أو لا 9 مزيلا What is your favorite school subject? What is your favorite school subject? ما هي مددتك المفضلة? ما هي مددتك المدرسية المفضلة? أنا بش نجوابو كنقول My favorite school subject is My favorite school subject is كتختار English Arabic Math Science Sport وكتختار اللي بغيت إنتا My favorite My favorite school subject is English English Yes أو لا Arabic أو لا French أو لا تقول اللي بغيت إنتا كتختار مهم هذا just an example English اللي بغيت ما هي مددتك المفضلة? وكتختار ما هي مددتك المفضلة? ما هي مددتك المفضلة? ما هي مددتك المفضلة? أقول I prefer to drink I like to eat fish I like to eat meat I like to eat hamburger hamburger أكسسرا إلى آخر مهم كتبقى تختار محسنة للي بغيت I like to eat كي أجبك تأكل وكتختار What do you like to drink? ماذا تفضل أن تشرب? What do you prefer? Sorry What do you prefer to drink? ماذا تفضل أن تشرب? كي أقول I prefer to drink أنا أفضل أن أشرب I prefer to drink وكتختار اللي بغيت تشرب عالد مالك كي أجبك تشرب الحليب يحب أن أقوم بمونات أحبك أن تشرب أتاي يحب أن أقوم بمونات يحب أن أقوم بمونات كافي قهوة عاصر جوس واتر الماء كولا كوكاكولا إلى أخير هناك السطر النتالة الي بغيت مالك يحبك؟ ما الأبئة يحبك؟ ما الأبئة يحبك؟ ما الأبئة يحبك؟ أحبك بلوك يحبك الأسود والأبيض ريد أحمر أخضر رمضي أصفر أورنج براون بني الغوز زيت باقي بلو باقي بلو بديهب الى اخرين تختار شيء الوان من هذا مزيلا ما هو حيوانك المفضل ما هو حيوانك المفضل هنا تختار الحيوان المناسب ان الخيرية او احب او احب كتنت ان احبوني الخطط او كطن كطن un او نقول ان الافنت او تايجر او منكي او دانكي او لاين او جيراف انت تختار واحد الحاجة من هذا او دوغ ان الافنت او منكي او دانكي انت تختار الحيو المفضل احبه اذا اعجبني القطع احب كاتس اعجبني الكلب او دوغ اعجبني الفيل او الافنت اعجبني القرد او منكي دانكي هو حمار لاين اسد جيراف هو زرافة الى اخيره ما هي هوايتك ما هي هوايتك ما هي هوايتك هوايتي هي كل واحد الهواية ديالو كل واحد شنو يعمل نكتب لكم الهوايات انتم مختاروا الحاجة المناسبة نقدر نقول مثال ما هي هوايتك هوايتي هي انني كنلعب او لا فيديو جيمز او لا هوايتي سويمين سباحة او لا هوايتي درويين الرسم او لا هوايتي الطبخ او لا هوايتي او لا هوايتي قراءة او لا الكتابة هوايتي ان قلو ما هي هوايتي او لا نقول ما هي هوايتي او الاستماع للموسيقى او لا الأخير كالسلح كيف تحدث desarrollo صعف تحديد تكسط في حال الأسئلة الفوقانيين سوف نحوولهم تكسط نحوولهم نصف فيه ان كان قد مرسنا اهلا مي فول نيم يقولوا الاسم الكامل الاسم العائلي والاسم الشخصي مي فول نيم اس تكتب الاسم العائلي والشخصي هنا يأعطوننا عام وما السنوات اذا كان في عمرك 10 سنوات تكتب 10 اذا كان 11 سنوات اذا كان 12 سنوات نعم المترجم الأن يأعطون عام يأعطون عمari يأعطون عام وما اسم الشخصي يعني يأعطون عم لك يأعطون عام يأعطون عام لا أعلم يأعطون عام ويأعطون من المغرب أحب بلادي كمهمة مادة المفضلة كمها اختار في القناة انجله Arabic Learning أحب بل شأن شجرة معها نحن فيある اللخ أكيد أحب بل على مجال أحب بل على مزال أحب بل أحب بلو بل black بل يجب أن أحب الموضوع الهواية تكسب الحياة أخير من الشيء المت Horse يتخسر وحده半ا من هذا شكل أكبر الأصدقاء المفضلين تكسبش أكثر ثلاثة أو أربعة أريد أن نكون شئا في المستقبل نريد أن نكون يدوكتور ينتقل ينتظر ينتظر نريد أن يتم كلمة آخر إذن عنا بوليس من بوليس من هو شرطي داكتور تييتشر أستاذ بيلوت لكيسوك الطيارة شنو أخر فايرمان لكيسوك العافية زيت شنو بقي نيرس ممرضة شف شف الكوزين شنو أخر بيزنس مان بيزنس مان بيزنس مان هو سيد أعمال رجل الأعمال بيزنس مان الأخير المهم هذا كأمثلة إذن هذا ما كان في هذا الفيديو لكي لا نطورش عليكم أصلا نطورت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما فهم شيئا اكتبوا تحت الفيديو إن شاء الله سنجاوبكم بالنسبة لهذا الفيديو ستلقاوه في فيسبوك و ستلقاوه في يوتيوب يوتيوب ستكتبوا غير إنجليش ويدقلوش ستطلق عليكم سواء في يوتيوب أو فيسبوك عندي صفحة فيها إنجليش ويدقلوش نفس مية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأوا من زين جداد والله يفق الله يعونكم